موسيقى مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز مقالة المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم ونبدأ بقضية الطالبة اليمنية في القاهرة التي ما زالت تحظى بالكثير من المتابعة حيث عنوان موقع التغيير نت حول مقتل الطالبة السفارة اليمنية بالقاهرة تعلن القفض على قاتل الطالبة مناء مفتاح وقالت التفاصيل أبلغت الأجهزة الأمنية المصرية القائمة بأعمال السفارة اليمنية بالقاهرة بأنه تم إلقاء القفض على الجاني المتهم بقتل الطالبة اليمنية يتابع الموقع اعترف المتهم بارتكابه جريمة القتل في شقة الفقيدة الكائنة في منطقة ألمانيال بالقاهرة ومن عنوين التغيير نت الحوثيون يعيشون حالة من القلق عقب لقائهم الأمريكيين في الكويت وإلى موقع صهاريج نيوز والذي تابع أحد الموضوعات وعنوان تعيز لجنة تحقيق في صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والإنقلابيين وقال الموقع في تفاصيل تحولت صفقة الأسرى التي تمت مؤخرا إلى أزمة سياسية داخلية بين أطراف المقاومة الشعبية وأدت إلى احتقان متصاعد خصوصا أن الصفقة لم تراعي أسر الضحايا ويتابع الموقع كما أن هناك التباس حول الأشخاص الذين قاموا بها وعدم تكشف دوافعهم وبحسب مصادر تكورت اللجنة من خمسة أشخاص من قيادات أحزاب اللقاء المشترك إلى جانب قيادات في المقاومة وقانونيين من نقابة المحاميين اليمنيين في تعيز ويضيف الموقع تجري التحقيقات الأولية مع قيادي بارز وأربعة من القيادات الوسطى في مجلس تنسيق المقاومة اليمن بين ميادين الحرب ومائدة التفاوض تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال العديني لا يقول المبعوث الأممي إلى اليمن جديدا في إحاطاته المتوالية لمجلس الأمن حول المشكلة اليمنية والتفاوض بشأنها فهو يلقي أحاديث تعميمية عن تفاهمات ورغبة لدى الأطراف في العملية السلمية أو عن تشبث بالمواقف القديمة وعدم الاستعداد للتنازلات لكي لا يعترف بأن جهوده ذهبت سدى يبشر كل مرة بإنجاز محتمل ضئيل القيمة كما في الاتفاق على تبادل نصف الأسرى والمعتقلين قبل رمضان الذي أوشك على الانصراف ولم يزل الوعد قبض الريح الشيء الوحيد الذي قطع به أنه تأكد من أن ثلاثة من القادة العسكريين الأسرى ما زالوا على قيد الحياة ومع أنه اعتمد على تأكيدات من جماعة الحوثي من دون استثاق وتحقق فإن الأمر يتعدى انفاق الجهود والإمكانات في التفاوض من أجل الإطمئنان على حياة شقيق الرئيس ووزير دفاعه والمعنى أن الحوثيين ينحرفون بالمفاوضات إلى قضايا عديمة الأهمية بالمستوى الذي تتوله لجان فنية يشرف عليها الصليب الأحمر وهم في بعض الأحيان يسخرون من الجاري في الكويت بتبادل للأسرى مباشرة مع أحد قادة المقاومة أو يفرجون عن محكمين بجرائم جنائية ويكذبون على العالم أنهم أطلقوا مقاتلين في صفوف القوات الموالية للرئيس هادي ليس في هذا تشقيق بصدق إسماعيل ولد الشيخ وسلامة نيته إنما هي إشارة إلى أن الرجل أسير خبرته في مضمار توظيف المساعدات المالية والفنية التي تقدمها الأمم المتحدة للبلدان النامية فضلا عن أنه مقيد بإرادة أطراف الصراع ومدى استعدادهم للتسوية ومع ذلك فهو يأمل بنجاح يعزز موقعه في الوظيفة الدولية ويطفي عليه لمسة في التاريخ ذلك يدفعه إلى التريث والصبر وإلى إطلاق وعود غير مضمونة برجاء أن تطرأ تغيرات في ميادين القتال تخرج العملية السياسية من الجمود يتابع موقع الموقع بوست الجريمة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي في محافظة إب وراحى ضحيتها سبعة معطلين وقل الموقع جنازة تشييع ضحايا مجزرة الميليشيا بالنادرة تتحول إلى تظاهرة منددة بالجريمة ونقلت مصادر محلية للموقع بوست أن الجنازة تحولت إلى تظاهرة حاشدة ضد الميليشيا حيث ندد المشيعون بالجريمة ورددوا الهتافات المطالبة بسرعة تقديم الجنات للعدالة لينالوا جزاءهم العدل وأضاف الموقع تقاطر المشيعون من مختلف مناطق المديرية ليعبروا عن تضامنهم مع أسر الضحايا والجرحة مستنكرين الجريمة وما لحيقها من إمعان في الإجرام من قبل الميليشيا ويقول الموقع بوست أن دفن الضحايا جاء بعد ضغوط كبيرة مورسات من قبل سلطة الإنقلابيين بمحافظة إب على أهالي الضحايا للقبول بحق مجحف بحل مجحف تم فرضه عليهم موقع المصدر تابع التسجيلات الصوتية التي بثتها قناة الجزيرة الفضائية وعنوان الموقع تسجيلات صوتية تكشف عن أسماء القيادات الحوثية التي شاركت بتصفية العميد الحميد القشيبي وجاء في التفاصيل حصلت الجزيرة على تسجيلات صوتية مستربة تكشف حقيقة مقتل العميد الركن حميد القشيبي قائد اللواء 310 في مدينة عمران في يوليو 2014 على يد مسلحين حوثيين بأوامر قيادة حوثية يتابع الموقع تظهر التسجيلات خمسة اتصالات هاتفية جرت أثناء مقتل اللواء القشيبي بين قيادين في ميليشيا الحوثي حول التأكد من شخصية القشيبي وأوصافه الشخصية وطريقة قتله من قبل المسلحين الحوثيين وعدد من قاموا بتنفيذ عملية الاغتيال وكيفيتها وأسمائهم وتظهر المكالمات المسربة أن عدد من نفذوا عملية الاغتيال ثمانية أشخاص بالاسم والكنية وأنهم وضعوا القشيبي على كرسي وقاموا بعدها بإفراغ عشرات الأعيرة النارية في جسده من بنادقهم معتبرين ذلك كما تكشف التسجيلات توفيقا من الله وثأرا لمؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي إنهم لا يريدون السلام تحت هذا العنوان كتبت صحيفة البيانة الإماراتية افتتاحيتها وقالت بعد أكثر من شهرين من المماطلة والمراوغة بات واضحا أن انقلابيين الحوثيين وأنصار المخلوع إن مجاء المفاوضات الكويت ليس بهدف الاتفاق وتحقيق السلام بل بهدف كسب الوقت لإعادة ترتيب أوضاعهم الميدانية المتداورة والمساومة على السلطة وبدأ هذا واضحا في تعمدهم ابتعال الحجج والأسباب لإطالة أمد المباحثات وتعطيلها أكثر من مرة لأسباب وهي منذ بداية المباحثات في أبريل الماضي والانقلابيون لم يلتزموا بالهدنة ولم يتوقفوا عن القصف العشوائي بالصواريخ على تعز وغيرها ويتعمدون استفزاز قوات التحالف العربي بإطلاق صواريخ على الحدود السعودية ولم يتوقفوا عن نهب أموال الدولة والشعب تحت مبرر المجهود الحربي وفي نفس الوقت لم تتوقف تصريحات طهران ونصر الله في لبنان التي تشجع الإنقلابيين على الاستمرار في القتال الأمر الذي يؤكد ما سبق أن قلناه من أنهم مسيرون لتنفيذ الأجندة الإيرانية لبسط النفوذ ونشر الفوضى في المنطقة كل ما قدمه الإنقلابيون في مباحثات الكويت يتنافى تماماً مع قرارات الشرعية الدولية ويعوق تحقيق قرار مجلس الأمن 22-16 الذي هو أساس مباحثات مع الاتزام بالانسحاب وتسليم السلاح كما أن سعيهم للاتفاق على حلول وقتية أمر ترفضه الأمم المتحدة ومجموعة الدول الثمانية عشر التي أكدت رفضها ترحيل الأزمة اليمنية من خلال إيجاد حلول وقتية لا تخدم اليمن واليمنيين وقال موقع يمن مونيتر في عنوان له اليونسيف آلاف الأطفال توف في اليمن عام 2015 بسبب تأثير الحرب على القطاع الصحي حيث قال المتحدث باسم منظمة اليونسيف أن عشرة ألاف طفل يمني توف في اليمن عام 2015 بسبب تأثير الحرب على القطاع الصحي وأوضح الأسعدي أن أكثر من عشرة ألاف طفل توف لإصاباتهم بأمراض كان يمكن الوقاية منها والسبب هو تأثير الحرب وحذر الأسعدي من استمرار الوضع الصحي في اليمن كما هو حاليا محذرا من خطورة انهيار النظام الصحي بالكامل وإلى موقع الوحدة ويدت والذي عنوان في صفحته الرئيسية صحفي وموظف مؤسسة الثورة للصحافة ينفذون إضرابا شاملا عن العمل وقالت التفاصيل نفذ صحفي وموظف مؤسسة الثورة للصحافة إضرابا شاملا عن العمل وهددوا بإيقاف الإصدار في حالة عدم تلبية مطالبهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة وأوضح المضربون عن العمل بأنهم سيواصلون ممارسة حقهم القانوني والدستوري المتمثل بتنفيذ الاحتجاجات والإضرابات السلمية حتى يتم تلبية مطالبهم وأكدوا بأن تهديدات قيادة المؤسسة ممتلا برئيس مجلس الإدارة المعين من قبل الميليشيا هدفها الأساسي هو خلق حالة احتقال في صفوفهم يأتي هذا الإضراب بعد أسبوع من تنفيذهم وقفات احتجاجية وإضرابات جزئية دفعت قيادة المؤسسة إلى تهديدهم بالطرد من مكاتبهم وجلب صحفيين وموظفين آخرين من خارج المؤسسة ليحلوا محلهم قبل مطالعة أهم ما قالت الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير افقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدنا الكرام ونصحابكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة السياسة الكويتية والتي عنونت في إحدى صفحاتها قوات الشرعية تعد لعملية عسكرية كبيرة لتحرير تعز كجبت مصادر مقربة من قوات الشرعية بمحافظة تعز للسياسة أن الهدف من زيارة قيادات من المقاومة والجيش الوطني في تعز إلى عدن ولقائهم برئيس الوزراء ومحاولتهم الانتقاء بقادة من قوات التحالف هو الترتيب والاستعداد لعملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة تعز وأضاف أن تعزيزات عسكرية ستتلقاها المقاومة والجيش الوطني في تعز خلال الأيام القليلة المقبلة خصوصا بعد أن استكملت القوة البشرية قوامها والبالغ نحو ثمانية آلاف مقاتل منها ستة آلاف مقاتل يشكلون ثلاثة ألوية عسكرية تابعة للجيش الوطني وألف مقاتل في المقاومة الشعبية وإلى صحيفة عكاد السعودية والتي قالت السفارة اليمنية برياض أصدرت أول دفعة من جوازات السفر لرعاياها حاملي هوية زائر وتم نقل معلومات جوازات سفرهم في الحاسب الآلي من المديرية العامة للجوازات في موضوع متصل باليمليين المتواجدين في المكلة قالت الصحيفة أن مهلة تمديد هوية زائر انتهت واستقبلت مقرات المديرية العامة للجوازات في مختلف المحافظات مئات المتقدمين الراغبين في إنهاء معاملات التمديد مع انتهاء المهلة وقالت عكاد أن المتأخين ستطبق عليهم غرامة التأخير عن تمديد تأشيرة زيارة الاستثنائية مقدارها 400 ريال سعودي وإلى صحيفة البيان الإماراتية والتي عنولت في أحدى صفحاتها الرئيس هادي يتعهد باستئصال الإرهابيين ومن وراءهم تقول الصحيفة في التفاصيل تعهد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي باستئصال ما تبقى من جماعات الإرهابية ومن يقفون خلفهم ويمولهم لزعزعة أمن واستقرار الوطن وأكد هادي في برقية عزائل لأثر الضحايا أن من يقفون خلف هذه الأعمال الإرهابية الغادرة تجردوا من إنسانياتهم وأخلاقهم وأن مصيرهم بات قاب قوسين أو أدنى من الزوال وقال أيضا لا حاضنة اجتماعية للقاعدة والحثيين لكنها جماعات دخيلة بأفكارها الدموية والتدميرية على اليمن لتنفيذ أجندات وأهداف خارجية بأدوات داخلية جبلت على الغدر والحقد على السلم والأمن والاستقرار أوهام رئيس المخلوع تحت هذا العنوان كتبت صحيفة السياسة الكويتية افتتاحيتها وقالت الصحيفة الصادرة في عاصمة الكويت كان على الرئيس المخلوع صالح قبل أن يحاول التغطية على الخسائر البشرية الحقيقية التي تكبدتها مليشياته بقوله أنها تبلغ ستة ألاف قتيل وأيضا قبل زعمه قدرته على الاستمرار بالحرب عشرات السنين أن ينظر إلى واقع اليمن القابع في آخر تلتيب الدول أكان في مجال التنمية أو سهولة الحياة أو السلام والأمن ويتمعن أكثر بعشرات ألاف القتل الأبرياء الذين ذهبوا ضحية طموحه بالعودة إلى السلطة حتى لو على الجماجم تمسك صالح من خلفه الحثي بمنطق الحرب لتحقيق هدفهما وقتل عمد للشعب الذي يرزح نحو 55% منه وهي نسبة آخذة بالتزايد جراء استمرار الاستقرار لذا فإن ممطلة وفد صالح الحثي في مشاورات الكويت وعدم الرضوخ للأمر الواقع تدل على لا مبالات هذا الفريق بعذابات اليمنيين تباهي المخلوع بقدرته على الاستمرار في الحرب عشرات السنين يعتبر شهادة وفاة لمحادثات السلام وهذا ما يجب أن يدركه مجلس الأمن الدولي المطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى باطلاع بدوره الحقيقي والمساهمات الجدية بحماية المدنيين مع صابات هدفها القتل وتدمير والسعي بشتى الطرق التخريبية لتحقيق مشروع التوسع الفارسي الذي سيكون قناعه صالح العوبة في حكم تجيره طهران وهذا بالطبع لن يرضى به اليمنيون مهما كان الثمن صحيفة الخليج تابعت التطورات الميدانية في نهم وعنوانات نهم ساحة مواجهات عنيفة بالقرب من صنعاء تقول الصحيفة في تفاصيلها تواصلت في مديرية نهم بمحافظة صنعاء المواجهات بين قوات الشرعية والمقاومة وميليشيا الحوثي وصالح وسط نزوح الأهالي من مناطق فيها نتيجة حدة المواجهات ولفت مصدر المحلي إلى أن نزوحا من المنطقة تم مسبقا لكنه ازداد مؤخرا مع شدة المواجهات وذكرت مصادر متطابقة أن قرابة 14 من عناصر الميليشيا ساقطوا قتل إضافة إلى عشرات الجرحى إثر هجوم للميليشيات على مواقع الجيش والمقاومة في بني فرج والمجاوحة بمديرية نهمة وذكرت مصادر في المقاومة أيضا أن وحدات من الجيش تمكنت من التقدم صوبة حوم مديريتين بني حشيش من الشرق وأرحب من الشمال ودارت اشتباكاتهم في محيط معسكرات الميليشيات بالقرب من أطراف صنعاء الشمالية والشرقية وإلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت الشأن السياسي خيبة أمل في الشارع اليمني جراء رفع مشاورات الكويت دون سلام تقول الصحيفة في التفاصيل أصيب الشارع اليمني بخيبة أمل جراء رفع مشاورات السلام المقاومة في دولة الكويت دون إنهاء الحرب المتصاعدة منذ أكثر من عام أو الالتزام بهدنة حقيقية توقف نافورة الدم التي لا تهدأ تتابع الصحيفة المشاورات التي كان اليمنيون يضعون آمالا كبيرة عليها في إنهاء الصراع لم تحقق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة نظرا لاتساع الهوة بين طرفي الصراع وتنقل الصحيفة عن أحد المواطنين قولا كنا نعول كثيرا على هذه المشاورات الماراثونية التي استمرت لشهرين وعشرة أيام ولكن ها هي آمالنا بأن نقضي عيدا في سلام قد تبخرت وأضاف حتى اللحظة لا يوجد سبب منطقي لرفع المشاورات هل السبب أن الهوة متسعة أم أن الأمم المتحدة تريد فقط أن يقضي ثمانية وعشرون مفاوضا إجازة العيد وسط أهاليهم ولا تبالي بستة وعشرين مليون يمني يتوقون لأن تصمت أصوات المدافع والدبابات ما يجري شيء مؤسف أثمت مشرق ومغرب تحت هذا العنوان كتب سعيد يقطين ما قاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال كاتب قال كيبلينغ الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقي وأمامنا التاريخ والجغرافيا وتضارب الدهنيات والتصورات حول العالم وهي جميعا تؤكد ذلك لكن هذا لا يعني أن الشرق لا يتأثر بالغربي والعكس فالتفاعل بين الأمم والشعوب متى حصل بينهما اتصال كيفما كان نوعه لا يمكن تجاوزه ولأنه يبين أن الحدود الفاصلة تسمح بالتأثر والتأثير المتبادل أما التقاء المشرق العربي بمغربه فهو ثابت تاريخيا وثقافيا رغم كل ما يمكن أن يلبد هذه العلاقات من غيوم أو تصورات تدافع عن الخصوصية أو تميل إلى الاستعلاء أو التعالي سواء من هؤلاء المغاربة أو أولئك المشارقة تتعال بين الفينة والأخرى وعلى مر التاريخ نداءات تتشبث بالتميز المغربي عن المشرقي كلما أحس المغاربة بالضيم والتهميش وعدم الاعتراف كما أنه في الوقت نفسه تتعال أصوات تؤكد الأسبقية المشرقية والتبعية المغربية وأن هناك مركزا مشرقيا لا يقابله سوى هامش مغربي لا أعتبر هذا التشبث بالإقليمي قديما والقطري حديثا سوى تعبير عن نزعات الانتصار للذات الخاصة وهي إعلان على التنافس والمشاركة ويقدم لنا التاريخ الكثير من الأمثلة عن هذا التنازع بين العواصم حين تنشأ ويطلب كل منها الاعتراف من الآخر وبالفضل أو الأسبقية أو التميز وليس هذا الأمر مقتصرا على الأطراف المتباعدة بل نجده ساريا حتى بين المناطق المتجاورة والحدودية ومن هذا التنافس تكون المشاركة بهذا القادر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة اشترككم في أمان الله وحفظه وابقوا معنا نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة